ومنورنا ومشرفنا دكتور مجدي الشيخ استشاري البطنة والعلاج بالأكسوجين النشط أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أنا سعيد بوجدي مع حضرتك شكرا إحنا أسعد نورتنا أهلا بحضرتك عايزين نسأل على مرض السكر والعلاج بالأكسوجين النشط تمام الحقيقة ده سؤال جميل جدا مرض السكر زي ما أنت حدثك عارفة عدة أنواع وأكتر نوعين مشهورين طبعا اللي هو النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول طبعا ده بيكون نتيجة خلل في جهاز المناعة الجهاز المناعة بيهاجم الخلاة اللي بتفرز إنسلين وبالتالي المريض بيصبح غير قادر على إنتاج إنسلين خالص في الدست وبالتالي المريض ده بيقعد طول عمره وياخد إنسلين طول حياته تمام وعادة بيجي في السن مبكرة لكن النوع الثاني اللي هو أشهر يعني بنسبة 80% بيصيب الناس الكبر في السن وده بيكون له سابين اتنين سابين الأول إنه هو بيعمل ضعف في بنكرياس وبالتالي نسبة الإنسلين اللي بتفرز من بنكرياس قليلة وفي نفس الوقت بيعمل مقاومة للخلايا الإنسلين بيشتغل عليه فالإنسلين بيشتغل بدون فعالية ملوش أي فعالية ولا تأثير على الأنسجة فبالتالي بيحصل ارتفاع في معدل السكر في الدم وكمان بيحصل ارتفاع في معدل التراكمي وتحصل المضاعفات الخطيرة للسكر وأهم المضاعفات بيعملها للسكر أنه بيعمل انسداد في الأعوية الدموية الترافية والأعوية الدموية اللي بتغذي كل عضاء الجسم لو عمل انسداد في شرير اللي بيغذي عضاء القلب الإنسان هيجيله جلطة لو عمل انسداد في شرير المخ الإنسان هيجيله طبعا جلطة في المخ وعدم القدرة على التركيز ولو عمل انسداد في الأطراف وخاصة القادمين بيحصل طبعا أنه بيعمل ترسيب لأنه طبعا سكر داما بيكون معاه ارتفاع في نسبة الكوليسترول اللي هو منخفض الكسافة فبترصف الشرير الترافية وبيقل كمية الدم وطلافق الأكسجين وبالتالي مرضى السكر داما بيكون أكثر عرضة للحقيقة مضاعفات خطيرة ومن ضمن المضاعفات اللي هي القدم السكري دي أكثر مضاعفات حدوثا في مرضى السكر وصراحة من أصعب الحاجات اللي بتصيب مرضى السكر وغالبا أحيانا بيحصل فيها التهبات وتقرحات وأحيانا بتصل إلى درجة أن المريض بيلجأ المستشفى لعملية البتر وبيتخلص من جزء عزيزة على حياة فأنا مش عايزين الأمور توصل للمرحلة دي إيه اللي بيعملوا الأكسجين النشط؟ الحقيقة الأكسجين النشط ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن شكل من أشكال الأكسجين بيختلف عن الأكسجين اللي بيندفسه إنه هو بيتكون من ثلاث زرات ونشط فائق النشاط ليش أي أثار جانبية يعني ده مجرد أكسجين يعني ما فيه مش أي أثار جانبية فليه أنت تأخر عشان يجيلك مضاعفات؟ فلو خدت كل ما تاخده بدري كل ما كانت النتاج أفضل وأحسن بالنسبة لمريض مرضى السكر كمان فيه حاجة مهمة مريض السكر دائما بيعاني من التهابات شديدة جدا في الأعصاب الترافية طبعا برضو نتيجة ضعف التروية وضعف تدفق الدم للأعصاب وبالتالي بيحس بتنميل خدلان وبيحس أن رجله طبعا مولى على نار وأحيانا بيحس أنه ماشي على رمل فأنت لو بدأت أو المريض بدأ ياخد الأكسجين النشط بيجنبه المضاعفات ده وبيحسله من التهاب العصاب الترافية اللي هي أكتر بتصيب مرضى السكر فطبعا حاجة كمان بالنسبة للأكسجين النشط أنه هو أسان بيساعد على إفراز مواد داخلية داخل الجسم بتؤلل التهابات اللي بتحصل للمريض السكر لأن المريض السكر بيكون أكثر عرضة للتهابات بيكون أكثر عرضة للجلطات بيخلي الدم موجود في صورة لازجة فالأكسجين النشط هي بيساعد تدفق الدم وبيخلي الدم وبيتأثر على كرات دم الحمرة بحيس أنها تقدر تتغلل داخل الأنسجة وتدي أكسجين ويعيد نشاطه وحيوته إلى وضع الطبيعي ممتاز علي حضرتك يا دكتور بالنسبة طبعا زي ما حضرتكم شايفين أن كل الحالات اللي شفتوها دي الحقيقة كانوا بيشتكوا من أعراض زي التهابات في الأعصاب وشكشكة وتنميل لدرجة ممكن المريض اللي بيجيله التهاب في الأعصاب هبينامش طولي وبيتأش أي حد يحط يلمس رجله وبيمشأ كنه ماشي على رمض من أول جلسة أو تاني جلسة بيبدأ يحس أن الأعراض دي بدأت تختفي كمان فيه نقطة مهمة جدا المرضى اللي هما بيصابوا بالتهاب في الشبكية طبعا أنت عارف حضرتك الشبكية دي أساس مفروض يجي لها دم بكمية كبيرة ويجي لها أكسجين بكمية كبيرة فمريض السكر بيصاب بضيق في الشران لغازي الشبكية هبيتالي بيحصل ضعف النظر وانفصال في الشبكية والتهابات كتير قوي عشان كده لو خد العلاج بالأكسجين النشط بيوسع له الشران بيحسن له النظر زي ما أنت حدك شفت كمان مرضى القلب لما بيأخذوا أكسجين النشط النهجان اللي هما بيحسوا بيختفي لأنك أنت بتقوي عدد القلب بتعدي نشاط عدد القلب اللي وضعها الطبيعي في حاجات مهمة كمان حضرتك لازم تخلي بالك منها المرضى اللي بيجي لهم تجلطات في المخ والحاجات دي بيكون نتيجة مرضى السكر بيكون أكثر عرضة أنهم يجي لهم تجلطات فأنت لحضرت لما بتبدأ معهم العلاج بادي وفترة أنت قدرت سيطرة على المرض وتحسيني كل الأعراض الخاصة دي نكملين مع دكتور مكدي الشيخ استشاري البطنة والعلاج بالأكسجين النشط قبل الفاصل كان فيه تقرير يا دكتور تعالق لنا عليه طبعا حضرتك هو التقرير اللي كان معروض بيتكلم عن الأمراض المناعية قبل بنتكلم عن التقرير عايزين ندي نبزع عن الأمراض المناعية الجلدية الأمراض المناعية تساكل عام الأمراض المناعية بيحصل في حضرتك خلل في الجهاز المناعي مفروض أن ربنا صفحات عمل الجهاز المناعي ده يحافظ على الجسم من أي غزو خارجي من بكتيريا من أي حاجة تخش الجسم من أي تحول سرطاني يهاجمها ويتخلص منها لكن اللي بيحصل في الأمراض المناعية أنه بيحصل فيه خلل نتيجة طبعا سبب فيروس تيجة المواد التلوث الموجود نتيجة أمراض معينة فبيحصل أن الجهاز المناعي بيهاجم نفسه بنفسه فلو هاجم المفاصل هيجي أعمل لي حاجة اسمه روموتويد لو هاجم الأعصاب أو الغشاء المبطل اسمه ميلين شيس المبطل للأعصاب هيعمل لي مرض صالب الوايح اللي هو بدأ ينتشر بصورة رهيب على حسب مكانه كمان مرض السكر من الأول هو عبارة عن مرض مناعي لأنه أسسان الجهاز المناعي بيروح يدمر الخلال اللي بتفرز أنسلية فدي نبزة مختصر كمان الأمراض اللي بتصيب الجلد زي المرض البهاء والحاجات دي كلها هي في الأساس أمراض مناعية لأن طبعا تطلع أجسام مضادة تهاجم الجلد وتدمر الخلال اللي بتعمل سبغة للجلد فبالتاني بيصبح المريض اللون بتاعه بتغير وزي ما حدت بتشوفي البهاء نفس الحكاة في أمراض اللي هي الصدفية دي كلها أمراض متعلقة بالجهاز المناعي فالأكسوجين نشط الحقيقة بيعيد جهاز المناعي على رجده يعني ما باش متجنن متجنن يعني إيه بيدمر كل الأسجن بيصلح الجهاز المناعي لو كان نشط يهديه ويرجعه لوضعه الطبيعي بيعمله عملية ضبط فبالتالي بدل ما يهاجم الأنسجة يبدأ يرجع لوضعه الطبيعي ويشتغل بطريقة سليمة جدا ضد المواد الأكسادة ضد التحول السرطاني ويرجع لوضعه الطبيعي عشان كده المريض اللي هو اللي بيجي له بها بياخد الأكسوجين نشط يقيم مفصوله طحقا تحت الجلد يقيم مفصوله طبعا عن طريق الدم ودي كلها بتوصل للجسم وبتحسله الخلايا وممكن يرجع الوضعه الطبيعي من خلال عدة جلسات احنا بنعملها بنظام معين وبروتوكول معين حضرتك كنتم بتقول لنا على العرض واحنا في الفاصل نقول العرض؟ العرض حضرتك احنا نعمل 50% لكل الناس بمناسبة ان احنا عايزين نعمل الحقيقة انتشار للعلاج بالأكسوجين نشط لانه علاج يعتبر في متناول جميع وعلاج فعال وسحري جدا بيعالج زي ما انتو حتوكشوف التقرير حاجات كتير جدا وعاز اقول الحقيقة كمان ان الاكسوجين نشط كمان ممكن الاصرحاء يستخدمه قبل المرضى لانه اساسا الميزة الوحيدة او الاولى اللي فيه انه هو ملوش اي اثار جانبية كمان بينشط الجهاز المناعب بينشط الجسم الناس اللي بيروحوا الجم ممكن ياخدوا اكسوجين نشط لانه بيطلع فيه بروتين اسمه بروتين ضد الصدمة الحرارية بيروح الجم ياخد سونة حرارية عشان يطلع على المادة دي اللي بتحمي الجسم بتحمي نظرات الجلب بتحمي الشيخوخة فبالتالي بسهولة جدا يبدأ ياخد جلسات عشان نتحسل حال العامة بالنسباب وحنا بنرحب بالناس كلها يجلنا وشرفونا في اي وقت وبنساعدهم جدا حتى لو هم في بعض الناس بتدرش تدفع احنا بنحاول ندلهم ونساعدهم عشان نقدر نجيب نتائج كويسا ان شاء الله بشكر حضرتك اللي بكتور نوارتنا ونساعدنا نشوفك مرة تانية وتشرفينا اكتر بشكر حضرتك اللي بكتور مجدي ندعو الله ان الناس تكونوا على وصلت بسهولة وفهموا الاكسجين النشط بسرعة جيدة حضرتك نوارتنا